وافق البرلمان المصري أمس الأول بإغلابية كبيرة على التعديلات الدستورية المقترحة بعد مناقشاتها على مدار شهرين فقد صوت 531 نائبا من إجمالي 554 نائبا حضروا الجلسة لصالح التعديلات و22 نائبا فقط صوتوا ضد التعديلات جرت تصويت نداء بالاسم في جلسة لم تذع على الهواء مباشرة ولكن أحمد التنطاوي النائب عن دائرة دسوق وقلين نشر مناقشته لمواد التعديل أثناء جلسة التصويت عبر صفحته على فيسبوك المقطع المصور حصد ما يقربه من مليون مشاهدة وألاف المشاركات في المقطع أعرب التنطاوي عن رفضه لمواد التعديلات التي تمدد فترة الرئاسة الحالية للسيسي والتي تسمح له بشكل استثنائي الترشح لفترة رئاسية ثالثة أقدر وأحترم كل المشاعر التي قيلت في حب السيد الرئيس وفي الوسوق في أداءه إلى آخره لكني أسألهم متى تعرضت مصر للضياع باختفاء شخص مصر لا تضيع يعني ألم تضيع سيدة النائب أعرض التعديل المبررات أعرض التعديل أنا أعرض التعديل رئيس بدون تعليق تعليق مش ده المبرر الرئيس اللي أنا بستخدمه في التعديل ده المبرر صريح جدا يا رئيس أنا محترم حق كل نائب أنه يحب السيد الرئيس ويصق فيه أرضى عن أداءه لكن أنا شخصيا لا أحب الرئيس ولا أصق فيه أداءه ولا أصدراضيا عنه ده حق ببساطة كمواطن مصري قبل ما أكون نائب هل ده يخضر حد؟ هذا 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 كلام هذا كلام ده علق التنطوي على التعديلات التي تمنح الرئيس السيطرة الكاملة على السلطة القضائية استمعوا لي الرئيس هو اللي يعين الناب العام هو اللي يعين الرؤساء الجهات والعاية القضائية المحكمة الدستورية بقى ما سبناش فيها حاجة يعين رئيسها ويعين نواب رئيسها ويعين رئيس هيئة المفوضين وبعدين ده كله مربوط بأنه عندنا المادة 159 في الدستور اللي بتتكلم عن محاكمة رئيس الجمهورية النائب العام اللي هو يعينه هو اللي يبقى مدعي أعضاء المحكمة اللي المفروض تحاكمه هو اللي معينهم إحنا عايزين نعمل إيه؟ عايزين خمسة ثلاثة سبع أيا ما يكونوا يتنفسوا في حب الرئيس علشان هو اللي يختار واحد منهم؟ ولا إحنا عايزين نبعد السلطة القضائية عن ذا تماما؟ مؤيدون ومعارضون للسيسي علقوا على الفيديو محمد البغدادي يقول أنت تحافظ على المتبقي من رصيدنا من الأمل في بكرة تحيا مصر بأمثالك وبضميرك أيمن عبدالغفار يقول كون قلت هذا الكلام داخل المجلس فأنت بدون أن تشعرك تتشهادة حق أن النظام لا يحجر على رأي أحد وقد قلته بمنتهى الحرية دون أن يقيدك أحد تحيا مصر ونعم للتعديلات ونعم لمن يحافظ على الوطن محمد الدولي يقول النائب المحترم أحمد طنطاوي واحد من أعظم من أنجبت مصر لك كل المحبة والاحترام والدعم بلا حدود مصير يلزمها مصر يلزمها الكثير من أمثالك حتى تنهض من عثرتها أما حسن كمال يقول نزاهتك تقدم استقالتك من المجلس لا نسلم مسؤولية مصر إلا لشخص قد حجم مصر وتحيا مصر وقائدنا ويحفظ بلادنا من كل من يتآمر علينا التعديلات التي تم اختار الرئيس السيسي بموافقة البرلمان عليها ستطرح للاستفتاء بداخل مصر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم العشرين من أبريل نيسان الجاري وسيصوت المصريون المقيمون في الخارج أيضا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من التاسع عشر من الشهر الجاري سيتم الإعلان عن النتيجة نتيجة الاستفتاء يوم السابع والعشرين من الشهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر